انت هلا بأول فيديو من كرس الفوتوشوب الاحترافي للمتدئين على قناتي اليوتيوب بائل محمد جرافيك ديزاين رح نتعلم الفوتوشوب باسلوب عملي واحترافي بدون تعقيد وبدون ملل رح نغطي كل تركات وكل أدوات الفوتوشوب بشكل كامل عن طريق سلسلة فيديوهات قصيرة ما بتتجاوز دقائق قليلة وكل فيديو حيكون فيه شرح مفصل عن أداء أو معلومة مهمة بالفوتوشوب ومن غير حكي كتير يلا لنبدأ رحلتنا لاحتراف الفوتوشوب ونبدأ بالدرس الأول بس بالأول لا نسال اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ويلا نبدأ بسم الله أول نافذة بتظهر لك أول ما تفتح الفوتوشوب هي نافذة إعداد وفتح ملف جديد وتعتبر مهمة جدا مشان تبدأ شغلك على التصميم بطريقة كتير صحيحة وسليمة من دون أي مشاكل بنلاقي على اليسار عنا خيارين خيار النيو وخيار الابن النيو مشان نفتح مشروع جديد الابن مشان نجيب صورة أو مشروع من الجهاز اللابتوب تبعنا نحن رح نحدد على خيار النيو مشان نفتح مشروع جديد هذا المكان اللي بتحدد فيه حجم ودقة والوان التصميم فيك تختار من الأولب الجاهزة لبرينت الفوتو الويب الموبايل أو تدخل مقاساتك الخاصة بإيدك مثل مثلا لو حابب تصمم بمقاس الـ A4 كل اللي عليك تروح على خيار برينت وتختار مقاس الـ A4 وعننا مقاس الـ A3 وغيرهم قسم الـ Recent بيظهر لك المقاسات اللي استخدمتها مؤخرا لسهولة الوصول لإله يعني أي مقاس بتفتحها على الفوتو شوب رح تلاقي محفوظ هون هلأ منجي لشرح أهم الإعدادات بالجهة اليمين المقاسات هون بتحدد العرض والارتفاع ولازم ننتبه لوحدة القياس سواء كانت سنتيمتر أو الإنش أو البيكسل الأفضل لتصاميم السوشيال ميديا والتصاميم اللي رح تنعرض على الشاشات عموما هي وحدة البيكسل أما لو عنا تصاميم مطبوعات فبنستخدم دائماً السنتيمتر أو الميليمتر بيجي للخيار اللي بعده أو الخانة اللي بعدها هي الدقة أو الريزولوشين لما نحكي عن الدقة بالفوتو شوب نحنا عم نحكي عن عدد النقاط أو البيكسلز الموجودة بكل إنش من الصورة وكل ما زاد عدد هاي اللي نقاط زادت دقة الصورة وجودتها تمام؟ تمام لكن بنفس الوقت بيزيد حجم الملف كل ما زودنا البيكسل أو الريزولوشين بيزيد عنا حجم الملف طيب ليش الدقة مهمة؟ الدقة بتحدد وضوح الصورة بس تكبرها أو تطبعها يعني إذا كانت الدقة قليلة ممكن الصورة تبين مشوشي أو بكسلع بس نكبرها أو نطبعها طيب كيف نختار الدقة المناسبة؟ دائماً للتصاميم السوشيال ميديا بنختار 72 أو 150 كحد أقصى بالدقة لأن الشاشات بتعرض الصور بالبيكسل وما في داعي تكون الدقة عالية جداً مشان تبقى الصورة واضحة على الأجهزة تمام؟ أما لتصاميم المطبوعات أي تصميم رح يدخل المطبعة نتخلي الخيار على 300 لأن الطباعة بتحتاج تفاصيل كتير دقيقة والدقة العالية بتضمن أن الصورة تبقى واضحة ونقية بدون أي تشويش عند الطباعة في نقطة مهمة إذا عملنا التصميم بدقة 72 وما انتبهت أنه هذا التصميم راتباعة والتصميم أصلاً راح على مطبعة وانطبع فأكيد التصميم رح يطلع مشوش وغير واضح بس ينطبع لهيك لازم نضبط الأعدادات صح من البداية هلأ بنجي لخانة نظام الألوان الكلار مود لازم تعرف الفرق بين الارجي بي والسي ام واي كي وطبعاً هدو رح نتطرق لقلون في فيديو مخصوص بشكل مفصل عندنا هون نظامين للألوان نظام الارجي بي ونظام الاسي ام واي كي نظام الارجي بي مناسب للشاشات والتصاميم الرقمية يعني أي تصميم سوشيل ميديا دائماً منخلي نظام الألوان تبعه أي تصميم كرت، بانر، بروشور أي تصميم رايح للمطبعة لازم يكون نظام الألوان هون اما إذا ما رح نطبع فيفضل يكون نظام الألوان على ار جي بي بجي عنا هذا الخيار اللي هو الخلفية العمل تقدر تخلي الخلفية بيضة أو بإمكانك تفتح المشروع من غيره وبإمكانك بعدين نغير لون الخلفية بالعمل نفسه أو بالفوتوشوب نفسه أثناء العمل عليه وهلأ بنهاية الفيديو تبعنا صار عندك فكرة واضحة كيف تنشئ ملف جديد بالفوتوشوب بأفضل إعدادات حسب نوع التصميم اللي رح تشتغل عليه بالفيديو الجاي رح ناخد جولة سريعة على واجهة الفوتوشوب حتى تعرف كل أداة وين موقعها وكيد تتنقل بسهولة داخل البرنامج هالحلقة خلصت بس رحلتك بالفوتوشوب لسه بأولها تابعني وخليك مستعد للجاي سلام